تفضل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا لعب حضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر فشمل برعايته الكريمة مساء هذا اليوم الاحتفال الذي أقيم بمركز عيسى الثقافي بتسليم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة 2015-2017 ميلادية والتي فازت بها مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية الشقيقة ولد أوصول جلالة الملك المفدة كان في الاستقبال سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمانة جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وفي ختم الحفل غادر حضرته صاحب الجلالة حفظه الله مودعا بما استقبل به من حفوة وترحيب ترجمة نانسي قنقر 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 حفظه الله ورعا أصحاب السمو أصحاب المعاني والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في هذه الاحتفالية المباركة التي نستذكر خلالها القصال الحميدة والمآثر الإنسانية النبيلة لصاحب الجائزة والد الجميع وباني نهضة البحرين الحديثة صاحب العظمة سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه لقد قطع جائزة عيسى لخدمة الإنسانية مشوار دوراتها الثلاثة كجائزة عربية عالمية بنجاح وذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبفضل الرؤية الملكية الحكيمة التي انشأتها وبثت بها روح التسامح البحريني الأصير وبفضل جهود العديدة المتواصلة التي أرست لها أسسا وتقاليد عمل محكمة تفردت بها في النظرة إلى العمل الإنساني الخاص لوجهه تعالى دون التمييز بين الناس صاحب الجلالة أيها الحضور الكريم خير مداية لحفلنا المبارك تلاوة عفرة من القرآن الكريم يكلها على مسامعنا القرق علي صلاح عمر علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أولياء يحسبهم الجاهل أولياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم يتفضل سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب السمو والمعالي والسعادة ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشهد معكم في هذا اليوم نتائج أعمال جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة التي تطل علينا بحلول شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى ورحمة وكرمنا بصيامه وقيامه داعين الله أن يجعله شهرا مباركا على وطننا وشعبنا العزيز بالمزيد من الخير والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليوم والبركات نستذكر في هذه المناسبة المبارك صاحب العظم الوالد الشيخ حيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه ونستحضر خصاله الإنسانية وشمائله النبيلة وسجاياه العظيمة التي اتصف بها رمزاً للوطن وباني عزه ومجده وقائد مسيرته لثلاثة عقود شكلت نقلة حضارية في تطور مملكة البحرين السياسي والاقتصادي والاجتماعي إننا ننظر بكثير من الاعتزاز والتقدير للدور الذي تقوم به هذه الجائزة الرصينة لخدمة الإنسانية بعد أن تعدت حدود المكان وحققت الغاية من إنشائها منذ انطلاقتها في تخليد ذكرى والد الجميع رحمه الله تجسيداً لما حباه الله به من تواضعاً جم وتواصلاً مع ابناء شعبه وحباً لفعل الخير ومساعدة كل محتاد بصفاته السمحة التي أكسبت محبة واحترام وتقدير الجميع وأن هذه الجائزة تمثل ما يمتاز به شعب أملكة البحرين على مر العصور من انسجام وتآخي وتسامح ديني وثقافي وفعل الخير وخدمة الإنسانية والإسهام في تقدم الإنسان ورفاهية أننا نعبر عن سعادتنا بأن ينال الجائزة في هذه الدورة صرحاً كرس عمل وجهد في علاج الأطفال والبحث في أسباب وشفاء مرض خبيث وفتاك إضافة إلى أنه في بلد عربي شقيق نعتز بما يربطنا به وقيادته الحكيمة من علاقات أخوية متميزة هو مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية الشقيق ويسرنا أن نعرب عن خالص تهانينا للاستاذ الدكتور عم عزة تلامة رئيس مجلس الأمنة والمستشفى والقائمين عليه بالفوز المستحق بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية وأن نقدم الشكر والتقدير لجهودهم الخيرة متمنين لهم التوفيق وحسن الثواب كما يسرنا أن نشكر القائمين على الجائزة وعلى رأسهم سمو الأخ الشيخ محمد بن مبارك الخليفة على ما بذلوه من جهد وعمل واختيار موفق وفي الختام نسأل الله أن تستمر هذه الجائزة في دعم وتشجيع أعمال البر والخير التي تخدم الإنسان أينما كان مخلدته ذكرى فقيد الوطن والإنسانية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليف طيب الله ثراه وأسكنه فسيح الجنان إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمال 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 بعد ذلك القاسم الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمنا جائزة عيسى لخدمة الإنسانية كلمة قال فيها إن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية جائزة عالمية تمنح للعاملين المخلصين في مجال خدمة الإنسانية بغية إسعاد الفئات المنكوبة والمحتاجة حيثما وجدت وبما يعيد لها البسمة والأمل والتشبث بالحياة جائزة عيسى لخدمة الإنسانية بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه صاحب السمو والمعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة الحضور الكريم صاحب الجلالة من دواعي سعادة البالغ أن أقف أمام جلالتكم في هذا اليوم من هذا الشهر المبارك متحدثا عن نتائج المهمة الجليلة التي أوليتموني إياها ويسرني أن أعرب لجلالتكم أصالة عن نفسي وباسم أعضاء مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية ورجنة التحكيم عن أصدق عبارات الشكر وآيات الامتنان والأرفان على تفضل جلالتكم من جديد لرعاية هذه الجائزة التي أصبحت مفخرة أخرى ناصعة في سجل أعمالكم المهمونة وعلامة مضيئة في عهدكم الزاهر بفضل رعاية جلالتكم وعنايتكم أصبحت جائزة عيسى لخدمة الإنسانية جائزة عالمية تمنح للعاملين المخلصين في مجال خدمة الإنسانية بغاية إسعاد الفئات المنكوبة والمحتاجة حيثما وجدت وبما يعيد لها البسمة والأمل والتشبث بالحياة ويخلصها من المعاناة والألم والحاجة والحرمان وسواء انتظم أولئك الجنود المخلصون في جمعيات أو هيئات فأن الذي يوحدهم ويحفزهم على البذل والتضحية بإيمان ونكران الذات وهو أعلاءهم لنفس القيم النبيلة التي ترثتها هذه الجائزة التي تحمل اسم والدكم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة مستلهمة سجاياها الإنسانية والنزوع نحو فعل الخير المتأصل في سيرته العطرة حيث كان مثالاً للعطف ورمزاً للكرم والإيثار كما عرفه شعبه قائداً وطنياً حكيماً ومصلحاً اجتماعياً عادلاً في حكمه مصغياً للمستضعفين آخذاً بيدهم يحث على البر والإحسان ونجة الضعيف بما اتسم به من سماحة ونفس كريمة قريباً من ناداء شعبه الوفي لقد ذا عصيت هذه الجائزة التي أحطموها باهتمامكم منذ تأسيسها وباتت مشهورة بأعمالها وحرصها على التقصي والفحص والاختيار فمن الطبيعي أن التنال التناء واعتراف وتحظى بإشكال الترحيب والإشادة في المحافل والهاية العامة في صميم الخدمات الإنسانية حازت هذه الجائزة بأهدافها وعبعادها الإنسانية على من يبشر بها ويدعم مقاصدها ويشرح أهدافها بين مساندين وداعمين لها وهي تمضي قدماً على نهج الخير والوفاء خدمةً للقيم الإنسانية دون اشتراط أو تمييز أو مفاضلة بين منطقة جغرافية أخرى أو فئات دون غيرها هي في منأة عن اعتبار لأي انتماءات عرقية أو مذهبية أو دينية وعلى أساس التوجه القويم استمر وهج جائزة قيسة الخدمة الإنسانية وعن مصيرها الأفاق البعيدة حازت المصداقية بمنهجية العمل التي تعتمدها لجنة التحكيم بالإحتكام إلى معايير قائمة على محددات الجودة والشرافية فعلى هدن من نبراس توجيهاتهم في هذا المجال واحتراماً لروح ونص المرسوم نحدث للجائزة انكبر مجلس الأمناء ولجنة التحكيم على مدى حوالي سنتين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أحسن وجه وبما يرضي ضمائرهم ليكونوا أهلاً لثقة جلالتكم وأصدروا حكماً نزيهاً في مستوى آمال المشرفين على المشاريع المتنافسة البالغ عددها 137 مشروعاً ممن يتضلعون إلى نتيجتها وتعتقد اللجنة وقد أنهت عملها بخصوص الدورة الحالية أنها مطمئنة لسلامة اختيار المشروع لأجر بالتكريم والفوز من بين الخمسة مشاريع التي تم اختيارها ولقد تشاور الأعضاء فيما بينهم مطولاً وتبادلوا الرأي الصريح ونظروا بعين فاحصة وعادلة وموضوعية في الترشيحات والمشاريع المقترحة التي استقصوا تفاصيلها وكيفية عملها من خلال التتبع والمعاينة الميدانية بحثاً عن المشروع الأفضل والأشمل والأكثر استفاءاً للشروط والمواصفات المطابقة لهداف هذه الجائزة كما يسرني أن نعلن أن جائزة الدورة الحالية آلت إلى مؤسسة طبية اعتبرتها اللجنة مستحقة بكل المقاييس في أهدافها وأسلوب عملها وإداراتها وبرامجها المستقبلية فضلاً عن استفادة شرائح عريضة محتاجة لخدماتها الإنسانية برهنة المؤسسة الفائزة على قدرة فائقة في استحقاقها للمساعدات والهبات والتبرعات من الأفراد والمؤسسات والمنظمات والدول عبر حملات التوعية وتعبئة تلامس بخطابها المؤثر قلوب الملايين من الناس بشعارة محفزة في وسائل الإعلام تنهال على أثرها التبرعات والهبات وتؤمن لجنة التحكيم أن شروط الاستحقاق توفرت في المؤسسة الطبية النموذجية مستشفى سرطان الأطفال التي تتكفل بمعالجة الأطفال المصابين بداء السرطان في جمهورية مصر العربية والدول العربية الشقيقة مسجلة معدلات عالية من الشفاء بفضل الله في هذا المجال الحضور الكريم أن هذه المؤسسة الخيرية التي هي واحدة من بين المستشفيات في العالم المتخصصة في علاج كل أنواع سرطان الأطفال هي نتاج الإرادة التطوعية الطبية ودليل ملموس على أن الخير ملازم للإنسان لا يحيد عنه كلية في كل الأحواح هكذا تحول المستشفى إلى وجهة للأطباء والإقصائين من مختلف الدول وفيه تلازم العلاج والاستشفاء في البحر العلمي آملاً في استئصال المرض الفتاك والحد من التشار صاحب الجلالة إن مملكة البحرين بقيادتكم سعيدة بقرار عرف كيف يجازي الخير بالخير وأن إنجاز يعمق إنه إنجاز يعمق في ضمائر البحرينين الإيمان بواجب فعل الخير نستحضرين دائماً القدول والمثل الأعلى من والدكم المشمول برضاه الله والذي ستظل هذه الجائزة مقترن بإسمه وذكراه ما دام فعل الخير موجوداً على هذه الأرض وفقنا الله جميعاً لما فيه خير الإنسانية وسعادتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الجلالة أيها الحضور الكريم نشاهد الآن فيلماً وثائقياً حول مسيرة صاحب الجائزة صاحب العظمة الأمير الراحل طيب الله ثراء إنها البحرين يوم السادس عشر من شهر ديسمبر عام 1961 يوم تاريخي طوق فيه الشعب بمشاعر الحب والتأييد والفرح قصر القضيبية بالعاصمة المنامة الذي تحتضن قاعته الكبرى حفلة تنصيب الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكماً للبحرين أيها الحفل الكريم حضرة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يلقي كلمة اعتلائه بلاد آبائه وأجداده أيها الحفل الكريم أننا في هذه اللحظات ونحن نتوجه إليكم بأول خطاب بعد تولينا حكم البلاد نرى أن ما يجب البدء به هو الأفصاح عما نحسه من شعور الامتنان لكم ولكافة أفراد شعبنا الوفي الكريم على ما أظهره من استبشاراً وغطه بمناسبة اطلاعنا لمسؤولية الحب ونحن نبدي بأننا نسعى ما وسعنا السعي لأن يكون عهدنا عهد رخاء وصفاء واستقرار وازدهار لهذه البلاد العزيزة في شتى الميادين منذ خطابه الأول إلى شعبه وفي مدى ثمانية وثلاثين عاماً من توليه مقاليد الحكم في البحرين بلور الشيخ عيسى بن سلمان باقتدار وهمة وجلاء مفاصل سيرة شخصية متألقة لافتة وركائز مسيرة تاريخية بالطموحات والمشاريع والإنجازات زاخرة على أرض البحرين وفي هذا البيت العربي العريق البسيط ولد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يوم الثالث من شهر يونيو عام 1933 هو الإبن البكر لوالده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذي حكم البحرين من عام 1942 إلى عام 1961 تلقى تعليمه على أيدي كبار أساتذة التعليم في البحرين وأجاد اللغة الإنجليزية التي درسها وتلقى أصولها في بريطانيا شغف بقراءة كتب التاريخ والأدب ومطالعة الصحف والمجلات العربية والأجنبية وحضور مجالس جده ووالده كي يستمع إلى أحاديث الحاضرين من الساسة والأدباء ورجال الفكر فنال من كل ذلك مستوى عاليا من العلوم والمعارف والثقافة العامة عند منتصف القرن العشرين تقلد الشيخ عيسى بن سلمان العديد من المناصب والمسؤوليات التي من شأنها تهيئته وتعزيز قدراته كقائد مستقبلي للبلاد حيث تم تعيينه عام 1953 في مجلس الوصاية ثم رئيساً لمجلس العائلة الحاكمة ومجلس الريد عام 1952 عين رئيساً لبلدية العاصمة المنامة في الخامس من يوليو عام 1957 عين ولياً للعهد وكان عمره حينها 25 عاماً فور توليه الحكم عام 1961 باشر الشيخ عيسى بن سلمان مهمة تنفيذ المشاريع المعنية بخدمة شعبه موجهاً إلى أهمية البدء بتشييد المبنى الدائم لبلدية المنامة والذي تولى افتتاحه عام 1962 ثم أبدأ اهتماماً خاصاً بالتعليم عكست توجيهاته بضرورة إنشاء المزيد من المدارس في أرجاء البحرين وتأسيس المعاهد والكليات والجامعات متيحاً بذلك للتعليم العالي أن يتألق في البحرين منذ عام 1966 وقد تجلى حرصه البالغ بالتعليم في تبنيه مشروع عيد العلم الذي بدأ عام 1968 واحتضانه الاحتفال به سنوياً كي يتولى شخصياً مهمة تكريم الخرجين والمتفوقين من طلبة العلم ومن رواد التعليم في البحرين كان المجال الصحي والرعاية الصحية للمواطنين من أولوياته فقد شهد عهده إنشاء كلية العلوم الصحية عام 1976 وإنجاز العديد من المشاريع والمرافق الصحية أبرزها مركز السلمانية الطبي الذي تولى افتتاحه عام 1978 والمستشفى العسكري عام 1979 كما وجه إلى بناء مراكز صحية في مدن وقرى البحرين توفر الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين دون مقابل وضع الشيخ عيسى بن سلمان في مقدمة مبادئه الإنسانية لإسعاد شعبه مبدأ أن يمتلك كل مواطن بيتاً خاصاً به وبأسرته فعمل مبكراً على تحقيق المبدأ بوضع خطط لبناء مدن حديثة وتنفيذ مشاريع إسكانية في كافة مناطق البحرين إضافة إلى وهبه الأراضي للمواطنين وتيسير تقديم القروض طويلة الأمد اللازمة للبناء ويعد بناء مدينة عيسى أول مشروع إسكاني يقام في البحرين والمنطقة في عهده فقد أمر بتخصيص الأرض لتشهيد المدينة وتولى افتتاحها في الثالث عشر من نوفمبر عام 1968 إنه يوم افتتاح المدينة صاحب العظمة يشرك مكان الاحتفال أعلن افتتاح مدينتكم داعيا الله تعالى أن يجعلها دار خير وبركة لساكنيها من أبناء شعبنا ثم قدم عظمته مفتاح المدينة إلى أول ساكن بها حقق الشيخ عيسى بن سلمان منجزات خالدة في تاريخ البحرين وذاكرة أهلها ففي عهده استكملت البحرين استقلالها عام 1971 وأنجزت دستورها عام 1973 وتبوأت مكانتها بين الدول الإقليم والعالم وعضوية الأمم المتحدة رحم الله سمو الأمير الراحل وطيب الله ثراه الحضور الكريم الآن مع كلمة المحكمين يلقيها معالي الدكتور لويس أمادو عضو لجنة التحكيم للدورة الثالثة حضرت جلالة الملك أصحاب السعادة والمعالي السيدات والسر أنه لمن دواعي سروري ألقي عليكم كلمتي بالنيابة عن زملائي أعضاء التجر التحكيم في جائزة عيسى لخدمة الإنسانية كما يسرني أن أعبر عن سعادتي لجنة الملك لإلاءكم الثقة فينا لاختيار المرشحين الخامسة لهذه الجائزة وذلك لإلهامك والكرم منذ أن قررت أن تنجئ هذه الجائزة في عام 1999 فقد تغير العالم بشكل جذري ونحن نركز على مع وجود المتغيرات السياسية والجيو السياسية ونتيجة ومع زيال الكوارث الطبيعية بسبب هذه المتغيرات والكوارث التي أسهمت منذ ذلك الوقت منذ بعد الحق العالمية الثانية فقط في هناك أنا أود أن نركز على هذه النقطة الأهمية لوجود هذه الفرصة لوجود جائزة واحدة التي تركز على الفعل الإنساني لأننا نحتاج أن نركز نصب تركزنا على تركز الوقت الإنساني وهذه الجائزة هي لوجوده تركز على الفعل الإنساني طبعا وهو ضوء بصيص أمنا في حياة الإنسان في كل مكان في العالم ومن الأهمية الأفراد والمؤسسات أن تحصل عليها ولكنها مهمة بشكل كبير بسبب لما تمثله من منطقية لما يعانيه الأفراد بسبب الكوارث الإنسانية التي تحصل هذا العام مستشفى سرطان الأطفال مؤسسة المستشفى سرطان الأطفال والمعروف برقم خمسة سبعة ثلاثة خمسة سبعة بدأ جليا لنا لجل المحكمة أنها نجحة في جميع المعايير التي وضعناها لمنحها لهذه الجائزة وهذا المستشفى كانت فكرة الأساس في 1999 وفي ستحى فعليا في ألف وسبعة وهي مؤسسة غير حكومية وهي مؤسسة قائمة تنقو عن طريق الأفراد والمؤسسات والتبرعات التي يمنعها الأفراد والمؤسسات وليس فقط من مصر بل من جميع المنطقة أو العالم والتصور أن يمنح أنفسهم لحياة الأطفال وهي من أفضل الأهداف النبيلة وهذه المؤسسة في حياتها اليومية تركز على لحل معاناة الأطفال وأخيرا أود أن أن أشكر لجنة الأمناء على رأسها الشيخ محمد بن مبارك جميع العاملين فيها أمين العام السيد علي عبدالله خليفة لما أولاه من صبر وعمل في هذا المجال أشكرك أيضا جرية الملك من أعماق قلبي شكرا لكم صاحب الجلالة أيها الحضور الكريم مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية الشقيقة هي المؤسسة العربية الرائدة التي استحقت الفوز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة بجدارة نستعرض منجزاتها في هذا الفيلم الوثائقي موسيقى 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 المجتمع في الحديث الوصف كل آخر جديد أشياء تدعم أشياء ومن أم 330 أشياء تتعامل أشياء companies am לא�بوش شريف أبونهغة سيدجانينة الأشياء على كيف تحيير هذه التاليات كانت تبدأ. يشعره كثيراً ودرسل أنه حتى تظهر مرحباً لكي يترك المدينة للإبعال. ما قد يكون ترابعاً ترابعاً ليسوا أن يكون هناك فشيء مظلم المصدرون الأشياء. يبدأ في حيات المصدرية كما يتم تحيير المصدرين ويصدقوا مجرد بالمصدرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية أصحاب المعالي والسعادة أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم جميعا بخير يسعدني ويشارفني أن أكون بينكم اليوم في مملكة البحرين الشقيقة التي كانت أول دولة انطلقت منها حملة تبرعاتنا الخارجية لإنشاء مستشفى سرطان أطفال 57-57 بمصر يسعدني ويشارفني أن أكون بينكم في حرم مركز عيسى الثقافي الذي يعد مركز إشعاع حضاري يرمز لتقدم البحرين ورقيها ويعكس حرص جلالة الملك واهتمامه بتراث وتاريخ حضارة البحرين العريق إنه لمن دواعي السعادة والفخر أن أكون أنا وزملائي بينكم اليوم ممثلين لمؤسسة مستشفى سرطان أطفال 57-57 التي تشرفت بنيل جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة هذه الجائزة العريق التي أسست تكريما وتخليدا لأمير البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والتي تعد إسهاما من مملكة البحرين للعالم لتشجيع الأعمال والمبادرات الإنسانية التي تهدف لإسعاد العالم أرحب بكم اليوم أيضا ونحن نستعد للاحتفال بمرور عشرة أعوام على إنشاء مستشفى سرطان الأطفال 57-57 هذا الصرح العلمي الصحي التعليم الذي يسعى لمحاربة سرطان الأطفال على مستوى الوطن العربي والذي تحول اليوم إلى صرح كبير يفخر به كل أبناء وطنان العربي الحبيب ولقد بدأت فكرة بالمستشفى سنة 1998 وكان الهدف من المشروع توفير مستشفى خير مجاني يقدم العلاج النموذجي لأطفال المنطقة وليس فقط داخل مصر وشهد المشروع بالفعل دعما من جميع الدول العربية واليوم تحول هذا المستشفى إلى صرح طبي وعلمي يقدم خدماته العلاجية للأطفال مرضى السرطان مجانا في الوطن العربي كله ويحرص ليس فقط على تقديم الخدمات العلاجية بل مواصلة الأبحاث العلمية والاهتمام بالتعليم والتدريب من خلال عقد العديد من اتفاقيات التعاون مع الجامعات والمراكز العالمية حضرات الحضور الكرام أن رحلة 57-57 هي رحلة نجاح طويلة بذلنا خلالها كل الجهد في مكافحة سرطان الأطفال وتقديم أقصى درجات الرعاية الصحية مجانا بمنتهى الجودة والعدالة وباتباع المنهج العلمي وهو ما تم تكسيره في اختيارنا لشعار المستشفى رحلة علم هدفها الحياة وهو شعار يعكس رسالتنا ومنهجنا بأن العلم هو الطريق الوحيد لتحقيق الأحلام الصعبة والطموحات الكبيرة والحقيقة أننا من خلال العلم والبحث العلمي نجحنا في توفير أحدث أساليب الرعاية الصحية وأحدث الأجهزة في مجال العلاج أو التشخيص ونجحنا أيضا في الحفاظ على الموارد المستشفى وترشيد استخدام الموارد لحرصنا على حماية أموال المتبرعين وتوجهها لعلاج عدد أكبر من الأطفال وهو ما كان له أكبر الأثر في الحفاظ على ثقة المتبرعين واستمرار دعمهم لهذا الصرح وخلال العامين السابقين تم اتتاح بعض المشروعات التوسعية الجديدة مثل افتتاح ستين سرير جديد بالمستشفى وافتتاح مستشفى شمال الدلتا في طنطا ساعة ستين سرير أخرى ولأن المستشفى مستشفى سبعة وخمسين تداتة سبعة وخمسين حريصة على التطوير والنمو المستمر فإننا نسعى الآن لإنجاز مجموعة ضخمة من المشروعات أو التوسعية حيث نستعد لإنشاء مستشفى أو ملحق ضخم يضم تلتميت سرير إضافي ومبنى العيادات الخارجية والعلاج الإشعاعي والكيماوي وأكاديمية للعلوم الطبية ومركزا للأبحاث العلمية لمعرفة أسباب السرطان والحد من انتشاره وبيت ديافة لأهالي المرضى من الأماكن البعيدة وهي مشروعات ضخمة تساهم في تحويل هذا الصرح إلى مجمع طبي وعلمي متكامل لمكافحة سرطان الأطفال في مصر والعالم العربي ونؤكد أن أحلامنا وطموحاتنا ما تزال كبيرة وأننا نسعى لتحقيقها كلها إن شاء الله بالعلم والتعليم والتدريب وبمساندة أهل الخير من أبناء مصر والوطن العربي الذين نراهم شركاء حقيقيين لنا في كل نجاح يتحقق داخل هذه المؤسسة وأخيرا فإننا نتوجه لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ولمجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية ولمملكة البحرين الشقيقة بخالص السكر على الثقة الغالية التي منحتموها لمؤسسة 57-57 للفوز بهذه الجائزة الكبيرة وهو شرف نعتز به كل الاعتزاز ويدفعنا لمزيد من الحرص على النجاح والتطوير كما نتوجه بخالص الشكر وخالص الحب لشعب البحرين الشقيق وندعو الله أن يديم روابط بحبة والإخوة بين الشعبين المصري والبحرين كما نتوجه بخالص الأمنيات والدعاء بأن يمنى الله عز وجل على جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين بموفور الصحة والعافية وأن يحفظه لمملكة البحرين وشعبها الكريم وكل عام وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي ختم الحفل غادر حضرة صاحب الجلالة حفظه الله موضعا بما استقبل به من حفاوة وترحيب خضراء الاحتفال كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشورى وعضاء مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية والمحافظون وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ورجال السلك الدبلوماسي ورؤساء الجامعات ورؤساء الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والصحفة والإعلام وعدد من ممثلي مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية الفائز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية وعدد من المدعوين هذا وتعتبر جائزة عيسى لخدمة الإنسانية جائزة هامة لما تحمله من معاني سمية وأهداف نبيلة تدور بمجملها حول تكريم الجهود الحثيثة بخدمة الإنسانية حول العالم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية هي جائزة عالمية تحمل اسم الراحل المغفور لبإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه والتي جاءت تخليدا وتقديرا لمكانته الكبيرة وللدور التاريخي الرائد الذي اطلع به في استكمال مقومات الدولة الحديثة في البحرين فهذه الجائزة ذات الطابع العالمي تمنح كل سنتين لأفضل إنجاز في خدمة الإنسانية وتسعى إلى تقدير ومكافأة إسهامات أولئك الذين يريدون تغيير العالم نحو الأفضل من خلال علمهم وعملهم الدؤوب المتفاني والمبتكر الذي يساعد في استعادة الثقة بالروح الإنسانية الخيرة وفي تحقيق عالم أفضل إنسانيا لأجيال المستقبل جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تأسست بهدف خلق الوعي بالمساعي الإنسانية غير العادية عبر العالم وإلهام وتشجيع المزيد من الناس لتحقيق التفوق في هذه المساعي وأيضا جاءت لتكريم المنظمات والأفراد الذين أظهروا قدرات متفردة في التأثير على العالم الجائزة تمنح إلى الأفراد والجهات التي سخرت جهودها من خلال مبادراتها الإنسانية وجهودها الدؤوبة في إيجاد حلول إبداعية مبتكرة للقضايا الإنسانية والاجتماعية من أجل تحسين ظروف البشرية يتم اختيار المرشحين من قبل لجلة التحكيم التي تقوم بدراسة وتقييم أعمال كل مرشح ساهمت جهوده في إحدى المجالات الإنسانية التي تشمل الإغاثة والتصدي للكوارث التعليم خدمة المجتمع الحوار بين الحضارات تعزيز التسامح الإنساني وتعزيز السلم العالمي والتحضر المدني والعناية بالبيئة والتغير بالمناخ وأيضا الإنجاز العلمي والتخفيف من وطأة الفقر يحصل الفائز بالجائزة على شهادة الجدارة وميدالية ذهبية بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره مليون دولار أمريكي ويتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في كل دورة عبر موقع الجائزة الإلكتروني وفي وسائل الإعلام المختلفة وتسلم للفائز في احتفالية كبرى يرعاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله وراءه هذه الجائزة وغيرها من المبادرات السامية التي ترعاها مملكة البحرين هي غيظ من فيض سعي البحرين إلى رفض جميع الجهود النبيلة لخدمة الإنسانية